اشتركوا في القناة 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 لان اكيد اكيد هتسمع المصطلح ده رجوال مانجمينت الادارة المرئية وهي احد المفاهيم الرئيسية جدا واحد الاستراتيجيات المهمة في تطبيق لين مانجمينت تمام يبقى مجموعة ممارسات عشان احول كل شيء جوه مكان العمل يبقى ايه مرئي مؤشرات خطط الافكار تحسين كل شيء يتعلق ببقية العمل احاول اصوره في شكل مرئي ودي نقطة مهمة جدا جدا ونقلة في الادارة طيب المصطلح ككلام نظري حلو وزي ما قلت لحضراتكم الادارة المرئية كادارة المرئية فيها تفصيلات كتير جدا وفيها شغل كتير جدا ويعني بيتعامل فيها دورات ومحاضرات لوحدها لكن عشان اوصل لحضرتك المفهوم هتديك مجموعة من الامثلة وحرصنا فيها ان هي هتكون امثلة بسيطة امثلة سيمبل امثلة من الحياة مثال بسيط جدا على الادارة المرئية اقولك دي مجموعة من فرش الاسنان لخمس اطفال الراجل الكاتب ويعني الاستشاري استشاري اللي وضع الصورة دي دي صورة الابناء وطبعا كلهم يعني ليهم فرش اسنان فعشان خاطر يميز فرشة كل واحد عمل ايه اه حط صورة على فرشة الاسنان مجرد ما هنشوف الفرشة ويه عليها الصورة هنقدر نعرف الفرشة دي بتاعت مين من الخمس اولاد دول عشان ما يحصلش الغبطة نموذج بسيط قوي للادارة المرئية اذا انا عرفت من غير مسأل هي الفرشة دي بتاعت مين لا انت حضرتك مش محتاج تسأل انت اول ما شفت الفرشة عليها الصورة عرفت دي بتاعت سين مثال جميل جدا ده ملعب من ملاعب الجولف وي اه او البس بول ايا كان اللعبة شوف حضرتك اه شوف هنا المكان ده عمل المكان على الشكل الظريف ده ان هو جزء آآ برة وجزء جوه مجرد من حضرتك هتحط الكورة هنا خاصة الكورة لانها يعني بتتشاطع على مسافات بعيدة فممكن تعدي حيز الملعب فلو لقيت حضرتك الكورة هتحطها هنا وهتنزل مرة تانية في الملعب خلاص كده يبقى رجعت مكانها شوف حضرتك عمل لك شكل وقال لك رجع الكورة هنا لحكم مرة تانية ادارة مرئية حضرتك محتاج تسأل المكان ده بتاع ايه وهحطها ازاي وهتوصل فين لا عملك ادارة مرئية عشان خاطر حضرتك ما تسألش مثال جميل جدا في احد آآ يعني آآ آآ حضائق الحيوان آآ في احد الدول الاوروبية آآ طبعا المكان ده مكان خد بالك ده انت بتتكلم في الحيوانات المتوحشة طبعا انا عايز اعرف الناس ان ده حيوانات المتوحشة ممكن يكون حد ما بيعرفش يقرأ آآ عمل ايه آآ ادارة مرئية كاتب زيس انامال زبايت خد بالك الحيوانات دي ممكن تفترسك ممكن تعدك وحط صورة فيها آآ راجل وده اصبعه ومصاب مثال ان حد عضو او ارسو او الى اخير ليه عشان يوصل لحضرتك الفكرة من غير ما يتكلم كتير من غير ما يشرح كتير من غير ما يعني يصدعك كتير ممكن يديك كتيب كده قولك دائر شادات الحضرت الحيوان ما تروحش المكان ده عشان بيعضوا ممكن العضة يحصل كذا وكذا وكذا خلاص هو راجل وصل لك المعلومة من خلال آآ يعني لوحة واحدة بس من خلال آآ يعني رسمة واحدة بس قدر يفهم آآ حضرتك ايه الخطورة اللي في آآ هذا المكان اذا ده كان ببساطة مفهوم الادارة المرئية كل ده ليه زي ما قلت لحضرتك من شوية عشان هربط لك ما بين الادارة المرئية الفيجول مانجمينت وما بين الفايف اس مهمة اوي عملية الربط ده وهنعرف مع بعض دلوقتي ايه هو الربط ما بينهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر